الكرام حسنا نتقن مع الدكتور فرحان الفرطوسي إلى مكان آخر حتى تقدرون تشوفون مستوى وحجم العمل اللي موجودة الآن في رصيف رقم واحد اللي هو من ضمن خمس أرصفة سوف تنشأ في هذا الميناء هذه الصور اللي أمامكم عملية دق الركائل دكتور فرحان هذا رصيف رقم واحد نعم رصيف رقم ما الآن الصورة أمام المشاهدين الكرام وهذا الحجم العملي اللي موجود كيف تتم هذه العملية وكم أنجزة من هذا الرصيف حتى اللحظة الأعمال حسب ما مخطط إلها تجي تباعا وحسب ما مرسوم بعد ما انتهينا من عملية دق الركائز بدأت العملية الأخرى هي عملية صنع الحماية لهذه الركائز من التعاكل مثل ما نشوف هناك عملية وضع سليف وهذا السليف تم تحصينه بمادة التسليح ومن ثم زرق المادة الكونكريتية ومن بعدها سوف توضع الأقطاب الكاثودية لغرض الحماية من هذه بالإضافة لذلك بدأت الأعمال الأعمال السوبر ستركتر اللي مثل ما تشوف هناك كبات هذه الكبات اللي جاي تشوفها هذه الكبات زرعت بأغلب الركائز من بعدها بدينا بعملية مد الجسور الطولية هذا الجسور مثل ما تشوف من بعدها راح تبدأ عملية التسليح ومن ثم زرع الخرسانة المسلحة حتى تبدأ السطحة بالاكتمال الأعمال إذا تشوف وإذا تلاحظ يعني هناك عملية دقرة كائز قبل من عندها عملية وضع الحماية حماية المنحدرات في مكان هنا عملية زرع الجسور الطولية هناك عملية زرع الكبات بالتالي العمل يمشي بإنسابية وحسب ما مرسوم وإن شاء الله كل ما نجي من بعد عشرة خمسدعش يوم نلقى عمال أخرى ظهرت إلى الواجهة المرئية للمشاهد أو المتلقين أجقد حجم الرصيف يعني الآن على الصورة اللي أمامنا هذا الأجقدة التدبعاتي حتى السد؟ الرصيف أربعين متر فقط للسد يعني نهايته؟ لا بالضبط نهاية الركيزة نهاية الرصيف يعني المكان اللي واقف بهذه الجنبة أو هذا البانطون هو اللي راح ترسو به الباخرة ايه؟ هنا الباخرة في هذا المكان تحديدا راح ترسو العمق تحت من عتا 20 متر الآن الأعماق 22 وبعدين بعملية حماية المنحدرات وإلى ما بعد 30 متر من المنحدر بحيث هناك 2 متر من الحماية حتى نسيطر تماما على حركة الغريا والطين بهذا المكان نتيجة حركة الرفاسات أو حركة السفر هاي بعد دبك الركازي تم طمر لا ماكو طمر هنا هنا عملية نسميها حماية المنحدرات هذا بالضبط من أول ركيزة أو خلينا نقول من هذا الـ راح يبدأ عملية سلوب بحيث بنهاية آخر ركيزة راح تبدأ العمق 20 متر حسوان هناج قد راح يكون العمق هنا هاذ سلوب سلوب السلوب هسه محفور إلى مينس 22.6 يعني 22.6 راح يبدأ يرديم إلى يصير 20 هنا المكان اللي واقفين عالية زيره ونعتبره إحنا ما بيعمر هذا اللي واقفين عالية نعم يبدأ ينحضر إلى أن يوصل للمكان اللي هو بداية الرصيف راح يكون بالنهاية هو 19.8 حسب ما مصمم حيلا الآن هسه نقدر نقول برصيف رقم واحد ماذا قدر ملجز يعني حتى هاي اللحظة نسبة الإنجاز اللي حد إعداد آخر تقرير وصني من هيئة الإشراف اللي هما الكادر العراقي ومن الهيئة التنفيذية اللي هما الكادر الكوري واحد واربعين ونوز لغاية نهاية شهر الواحد واحد واربعين ونص 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 اشتركوا في القناة